لو تكرمت أيوة أنت بعد إذنك كنت متى لك تحسب معي حسب بسيطة كده ممكن هنفترض مع بعض أن فيه إنسان هيعيش 60 سنة كم متوسط عمر للإنسان الـ 60 سنة دول هنشيل منهم 10 إلى 12 سنة طفولة ونشيل منهم مثلا لو الإنسان هينام في اليوم 8 ساعات هنشيل 20 سنة كده هيتبقى كام؟ هيتبقى أقل من نص ممتاز الإنسان ده هيوضع في قبره آلاف السنين أو ما شاء الله وحالته في القبر هيتبقى بناء على عمله في 30 سنة دول بعد كده الإنسان ده هيطلع من قبره علشان النفخ في الصور يلا علشان البعث الإنسان ده هيطلع هيمشي رايح على فين؟ رايح على أرض المحشر أرض المحشر دي دي اللي رباسه حتى على هيجمع فيها كل الخلائق من أول سيدنا آدم إلى قيام الساعة وفي اليوم دوت الشمس هيتبقى قرب الرؤوس مقدار ميل وفيه الإنسان ده هيشوف إن في بعض الناس العرق وصلوهم لحد ديت الكعب وفيه ناس لحدث الركبة وفيه ناس لحدث الصدر هنا وفيه ناس العرق هيوم غطيهم والإنسان ده هيسمع ناس بتقول يا إحنا بس نمشي من الموقف دوت ولو إلى النار حتى واليوم دوت اللي مقدروا العلماء بخمسين ألف سنة بعد كده الإنسان ده هيشوف فيه ناس بتجيلها شفاعة منها مثلا شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة القرآن ويلا علشان الحساب على التلاتين سنة دول فيلاقي الصحف بتتضاير والناس بتاخد صحفتها بيمينها والناس بتاخد صحفتها بشمالها ويوضع على الميزان علشان تتوزن أعماله في التلاتين سنة دول وطبعا العطش وما أدراك ما العطش في اليوم دوت هيلاقي فيه ناس هتروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كده هيلاقي فيه امتحان اسمه امتحان المؤمنين ده علشان خطر التمييز ما بين المؤمن والمنافق وهذا كده هيعد على الصراط والصراط هو عبارة عن جسر فوق نار جهنم تخيل معاه كمية الرعب اللي الإنسان ده كان فيه هو معد على الصراط كده وشايف الناس في نار جهنم تحت وتتعزل بعد لما يكتد الصراط هيلاقي في حاجة اسمها القنطرة القنطرة ديت علشان خاطر أهل المظالم هنا هتترد المظالم ثم إلى الجنة أو إلى النار بلا موت بلا موت خلود أبدي تفتكر الإنسان لو فهم الكلام دوت وجيت أنا دلوقتي قلت له ربنا سبحانه تعالى بيقول وما الحياة الدنيا إلا لعبوا ولهوا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم إلينا لا ترجمة نانسي قنقر